اهلا بكم ومرحبا في كناتكم في كنات ريزة تشانل فيديو جديد عن مسلسل انت اترك بابي وقبل ما نبدأ حط لايك للفيديو سو اسكابي للتشانل فعل جرس اشعارات عشان يوصل لك كل فيديو جديد بنزله على القناة ويلا بنا نبدأ في الفيديو ده هنتكلم عن موضوعين مختلفين اول موضوع هي الممثلة الجديدة اللي انضمت لمسلسل انت اترك بابي الممثلة الي دقش فيك وردي ستجسد دور بالجاك وجاك وستكون مديرة العلاقات العامة الجديدة ولو فاكرين مديرة العلاقات العامة السابقة هي سلين ولو فاكرين الحلقة اللي فاتت كتبت رسالة لسركان ومعنى كنا انها هتمشي من الشركة فيترى هتكون بالجا دي مكانها ولا لا لسه مش عارفين وعلى حسب العلاني التالي اللي نزل النهاردة لحلقة 22 من المسلسل انت اترك بابي فسلين موجودة برضو في الشركة فاحنا مش عارفين هل بالجا وسلين هيشتغلوا مع بعض وسركان هيقرر الرسالة وهيرجع سلين للشركة ولا إلا هيحصل بالزبط وأكيد أول ما عارف هعمل لكم فيديو مفصل كامل عن توقعات الأحداث فيها عاملة إزاي وإدم بلجا استلفت الانتباه بجمالها وستكون ضد إيدها ومنافسة لها بلسانها الحاد وزكاها وهيبدأ ظهورها في الحلقة 22 من المسلسل ودلوقت سعرض لكم صور من فيديو كان مصوره إنجن وظهرت الممثلة إلي ده التي تكون بدور بلجا في الشركة أيضا شخصية جديدة ستنضم للمسلسل لكن كديفة شرف وهي مغنية معروفة جدا في تركيا وظهرت مع سيفي وأيدان في صورة في كارفان سيفي وكلنا كنا مفكرين إنها تنضم جديدة أو صديقة سيفي المقربة لكن هي هتكون ديفة شرف وتقريبا هتغني في الحفلة تاني الكوري اللي هيعملوها وأيضا في صورة تانية ظهرت في الإعلان وفي الصورة الفنزة توقعوا إنها تكون صديقة المقربة لبلجا عشان نفس الجاكت اللي هي لابسها في الصور مع سيفي وأيدان أنا أقول كده ليه عشان بس نعرف إن هي ديفة شرف فقط وشتنضم للمسلسل زي بلجا موضوع التاني هو خبر حزين شوية شركة إنتاج مسلسل تترك بابي تنتظر ريتنج أو نسبة مشاهدة الحلقة القادمة لحلقة 22 لتكرر أما إنهاء المسلسل أو توقيع عقد جديد ويبقى فيه موسم جديد للمسلسل ولكن إذا نسبة مشاهدة الحلقة 22 منخفضة المسلسل هيستمر للحلقة 26 فقط وينتهي وإذا ارتفعت هيمدو عقد جديد والمسلسل هيستمر للبعد الحلقة 26 وأنا في رأي المسلسل الحلقة اللي فاتت كان بنسبة المشاهدة 5 تقريبا وقرب جدا للستة يعني الحلقة الجاية ممكن يوصل أول 6 استحال أن يقف وكل دي إشعاة وللتأكيد على كلامي قد من المسلسل تقترب بابي خرج على تويتر وكتب وقال كفاء إشعاة عن وقف المسلسل المسلسل لن يقف وده على كلامهم إن الحلقة القادمة نسبة المشاهدة هترتفع لفوق الخمسة كمان لكن لو ما ارتفعتش يبقى المسلسل نعتبره كده انتهى ولو ارتفعت يبقى المسلسل هيستمر للموسيم جديد وننتظر الحلقة الـ 22 من المسلسل انتهى الترب بابي بقى حدثها بنسبة مشاهدتها لتمنى جدا لنسبة مشاهدة تعلى عشان المسلسل يبقى ليه موسيم ثاني وثالث ورابع وده هي أخبار الفيديو اكتبوا ليه في الكومنتات رأيكم في الخبرين ولو عندوك أي سؤال أو استفسار اكتبوا لي برضه في الكومنتات وانا هرد عليه وبس كي يكون الفيديو خلص لا تنسوش اللايك وشير وسبسكرايب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة باي باي